التاريخ في ليبيا يؤكد لنا ويخبرنا أن كل ما ظهرت أزمة سياسية لن ينهيها إلا السلاح اليوم نحن قريبين من نشوء حرب ليبيا ليبيا هل سنعود لنقطة الصفر عام 2014؟ الخلاف السياسي دائما كان ومازال قائما في ليبيا وهناك من يدفع إلى أن يكون هذا الخلاف أو يتطور هذا الخلاف لتكون مواجهة عسكرية في المقابل توجد شخصيات وجهات في الدولة تعي هذه المخاطر وتسعى لتوفيط الفرصة دائما لنشوب حرب هذا الفعل والفعل النقيط قائمان في الحالة الليبية نتمنى أن لا يحدث الخطوة الأخيرة التي قام بها الرئاسي اتجاهها البنك المركزي خطوة فاجأة الجميع ليس من صلاحية الرئاسي أن يقوم بهذا الإجراء الغريب أن حتى الرئاسي عندما قام بهذا الإجراء وبرره أنه يقوم بهذا الإجراء ويعطي فرصة للمجلسين لاختيار محافظ وهذا الفعل متناقض واليوم يفاجأنا الرئاسي بإصدار أو بحالة السيد الكبير إلى سن التقاعد مانوان مانوان